بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء مصر الله والفتح وغيرت الناس يدخلون في ديه الله أكبر وسط هذه الأجواء المفعمة بالإيمان قامت رعيتان أجنبية بمسجد عمر بن الخطى ببوسفر شاطئ بعين الترك بإشهار إسلامهما الأولى سيدة من دولة المجر غيرت اسمها من كريستينا إلى شهر زاد والثاني رجل من البرتغال أصبح يدعى زكريا بدلا عن جوزي الحافز الذي دفعني إلى إتناق الإسلام هو أنني شعرت به في قلبي وكذلك الاتحاد الذي وجدته بين المسلمين والإحترام الملفت للانتباه أن حالات اعتناق الإسلام بهذا المسجد تضاعفت في الآوينة الأخيرة الحمد لله مسجد عمر بن الخطاب ببوسفر شاطئ ضائرة عين الترك يشهد حوالي أكثر من ستين حالة اعتناق للإسلام من مختلف الجنسيات هؤلاء وبعد إشهار إسلامهم يتقدم بواسطة الإيمان بملف للجنة دينية للحصول على شهادة الاعتناق وقبل كل ذلك تسلط مصالح الأمن الضوء عليهم وتقيد أسماءهم في ملفات خاصة ترجمة نانسي قنقر